مساء الجمال ألف ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز على نادي المصري نادي الأهلي زي الأطر اللي بيقف قدامه بيتعور النادي الأهلي في الكرة في الكرة القدم شئ جميل جدا لما تكون بتشوف لعيبة وبترايح لعيبة ويبقى أثناء المباراة الأهلي مش الأهلي أو الأداء مش هو الأداء العالي بتاع كل مطش وتكسب وتكسب تلاتة كمان والبودل اللي بينزلوا هم اللي بيسجلوا هم اللي بيفرقوا في الشوت الثاني فده نجاح ولكن دايما في التغييرات وفي التغييرات بيبقى زيادة شوية ترايح أفشا وترايح أحمد الشيخ يعني طب السلاية ليه ما بيرايحش؟ هل السلاية أحسن العيف ومصري دلوقتي طبعا طبعا السلاية عملت له فيديو مخصوص للموضوع ده قبل ما انسى عايزك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان نبقى متوجدين مع بعض مبروك للنادي الأهلي وأداء شوط الأولاني مش هو نادي الأهلي خالص بعد الهدف ممكن يكون الهدف عمل لهم قريبا واللعابة بقى لعبة الكرة صايع عارف ان الفترة الجاية فيه ضغط مطشاط فأقول لك أنا خلاص خط التلاتة بنت إيه؟ ألعب إيه؟ يعني زي الموظف كده ما فيش الإبداع شايفين بس الإبداع من معلول مبدع ضربت الجزاء حتى زكي لما لقى لعب المصري هعايز يسبق ويروح للكورة فهو حط رجله اليمين فلعب المصري شار رجله اليمين بلن زكاء لكنها زكاء لعب شايف ان النادي الأهلي جيراردو أنا بالنسبة لي علامة استفهام مش هو ده أداء نادي الأهلي أو مستوى النادي الأهلي مستوى النادي الأهلي معلول أجاييه لكن مش هو ده أداء ومروان علامة استفهام مروان شايف ان هو برغم ان هو متجدد له لكنها كرته النادي الأهلي يلعب كورة مش بتاعة أداء مروان أداء النادي الأهلي السلية في الرجل وقفشة في الرجل والسليمان كل اللعب في الرجل مثل ضربة الجزاء الحدف النهاردة وهدف كهرباء أجاييه شالها الكهرباء وكهرباء لما أعملها الأجاييه لعب الخماسي مروان مالوش في اللعب ده مروان ممكن تلاقيه كويس جدا في المتشاط الخارجية عشان كده تشوف مروان في أفريكيا بره سيفيدك أكتر في المتشاط التقيلة اللي بره ملعبك مروان سيبقى في مساحات وفي تخبيط فانا شايف ان الشحات على عمس فهم كبيرة جدا الرجل بيديله هو بعيد خالص وبيحرق أحمد الشيخ وبيحرق أفشة أفشة كتير قوي قد بتطلعه في ديئة ستين فأفشة معلوش حمل وفي ماتشاط عقبته ما لعبتوش الماتش فانا معلوش حملة انت بترايحوا ليه أنا معرفش أفشة موقوف بصراحة متابعش لأن كل تركيزي على ماتش الزمالك المهم جدا النهائي صبر فانا شايف الشحات ومروان وجراردو عليهم علامة استفهام وغدين أماكن لعيبة الشيخ يديله الشيخ يريد ثقة لعب مهاري يأخذ هدف الدوري قبل كده ويلاعب في نادي المقصة هدف دوري مع المقصة يأخذ فرصة سيبقى جدا أفشة لازم تديره السكلا من أفيد العيبة عند نادي الأهلي السلية هو الذي كان يريح اليوم هل الرجل تفكيره واخد قرارات في العيبة ليس هو الذي يعتمد عليها هذا غلط الهدف الأول انا عجبني جدا ديونج أعمالها وأقيم اللمسة واحدة لوليد سليمان ووليد سليمان لا يبتدي بوليد سليمان لا خلي وليد سليمان السوبر خليه ينزله وخليه ياخد السوكسي تحرقه النهاردة ما عملش حاجة شايفني يا وليد النهاردة كان بعيد ما عملش حاجة يعني المصري مش محظوظ وهو كويس جدا ضيع طب انت هتكسب ازاي ضيعت كتير والنادي المصري نفس عيوب نادي الزاملك النهاردة طبعا في السوبر الف الف مبروك ناس الزاملك انا اتكلمت في فيديو عليهم ولكن نادي الزاملك في الدوري متاح له ان يدخل فيه كبير من اي فرقة اي فرقة بتروح على ابو جبل وفي المطشات الدوري نقول ابو جبل هو نجم المطش ده دليل ان الزاملك بيدي فرصة للفرقة اللي قدامه ان تروح ويساكل النهاردة الاهلي اتعمل فيه كده الشيناوي انقذ النادي الاهلي من ثلاث انفراضات كلهم مجوان ثلاث انفراضات اهداف كلهم نادي المصري انت كابتن ابو جلال ممكن اه بتلعب مثلا في واحد في نص الملعب ترجعه وراه لزروف مثلا انما ترجع كل نص الملعب ترجعهم مدافعين هل هو اللاعب ده وسط الملعب متعود دفاعه بيبقى انه اخر واحد لا ساعد سنبولي من افيد لعيبة وسط الملعب السنين لما جاء كابتن ابو جلال لعبه مدافع وراه لحتة دفاعه اللاعب الكورة لما يلعب في نص الملعب ترجعه مدافع لانه لعب وسط الملعب بعدين احمد كمال عبد الواحد البكشمال ده الراجل كان بلعب في القسيوتي هو اللي طلع الاهل متكاس بالهدف ده مهاجم وموهبته او الميزة بتاعته في السرعات سريع جدا انا هلعبه بكشمال هو راجل ما عندوش ادنوزايا معلول يبدأ قورة هو عنده ميزة في الحتة الهدامنه هو سريع جدا انت خسرته قدامه ولعبته باك الراجل فاتح شارع فانت ماشي في بكشمال الاصحاب عندك عندك مساكين احتياطي اللعب بواحد في الطرف لما تقولي المساك انت هتمسك حسين الشحات نحية الطرف هتلعب عليه مان لكنك تلعب على رأس حربه بس هتنقل مكانك خمسة يرضى على جنب شوية بدل ما هتمسك الرأس حربه لا هتمسك الشحات هيعملها مدافع كويس هياخده كرة تانية لكن يا كابتن انا رأيت لك مطش في الدوري من ثلاث من ثلاث أسابيع استغربت كريم كريم العراق كان يكسب منتخب مصر الولومبي في النهاية رجل باك رايت يعني كابتن نشاء اغريب عشان يلعب ثلاثة مساكين فكريم يلعب جناح طرف مهاجم وسجل هدفين في النهاية وكسبنا البطولة انت لما جل مصري كريم كابتن اهاب لعبته مساك كريم قد كده لعب كورة ما عندهش حتة الخبرة اصلي المساك ده ايه؟ عندما يرى المساكين في العالم كله المساك ممكن يلعب ثلاثة سنة سبعة وثلاثة سنة ستة وثلاثة سنة واخر ستة سنين في عمر كان احسن من هو صغير لماذا؟ عنده ندوج المساك 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 وماذا يلعب ثلاثة سنين طويلة لماذا تجب شخص واحد مهاجم ترحب لعبه مساك يا كابتن اهاب لا تجب شخص سنبوري كرة برمس وروهاته وموهوب وحريف لا تجب شخص واحد مهاجم كمال عبدوحيد لذلك المصر يتغلب مباح ويتعادل ويتعادل ويدخل في جوان النهاردة انتو احسن من الاهل ومسيطرين القرى اللي بتروح على جونك بجونك يعني النهاردة الفرص اللي ضاعت في الشوت الثاني دي كان ممكن يلعب ثلاثة اربعة خمسة يلا خير ان شاء الله والف مبروك النادى الاهلي النادى الاهلي يستاهل الفوز برغم انه مش هو ده النادى الاهلي وهقولها تاني برضو ساعات التغييرات والراحة واللعب اللي هو بيعمل استشفى للعيبة وبيعمل وتغييرات مع النجوم بتاعتك ساعات بتفقد شخصية الفريق بتفقد كيان الفريق ورتم الفريق نهاردة بتيجي تتفرج على الشوت الاولاني المصر اللي اكلنا هو النادى الاهلي المصر اللي يتفرج وميعرفش الدور المصري ولا كفرقة المصر دي هي الاولى على الدوري لان ما كانش فيه شخصية النادى الاهلي ما كانش فيه كيان للنادى الاهلي ليه علشان مصمم بتلعب بناس معلش الشحات بقى له فترة ست سبع مطشات مش هو خالص على فترات اجاييه المصر اللاعب الصائع المغوب اللي صاحب اللامسة ممكن بها 90 دقيقة متشاهدوش لكن في اللقطة واحدة وراح عاملك واحدة صائع النهاردة المطشو كله اجاييه الكورا اللي خدها من كهربة وسجل كون عمل كده تحك على الحارس وحطها الناحة تانية والهدف بتاع كهربة في لقطتين شفنا أجايه برغم أنه كان مستخبي طول المطشاة مراوان مش عارف أنا ليه بتكلم كده من أنت عشان واخد مكان ناس لما اتكلمنا عن نادي الزمالك ولازم يبور الجالة مفيش حاجة اسمها كحوب مفيش حاجة اسمها اللمسات مفيش حاجة اسمها مدافعش إذا ما احترمتش الفرقة اللي قدامك والدافع وتموت على الكورة مش هتكسب الفرقة الثانية هتعمل كده هتكسبك النهاردة نادي الزمالك لما احترم وخاف ولعب برجوله والتسعين دقيقة في رجالة في الملعب لا شفت من شرقي بلعب بقعوبه ولا أوبام عايز يدي كبري ولا أساسي عايز يرجع بالكورة لعب إيجابي إيجابي برجوله كسب فطبيعي فعشان كده أنا بقول النادي الأهلي لما بقول كده اه طبعا النادي الأهلي هو الأول على الدوري وفارق وهياخد الدوري تسع و سحين في المية لكن أنا باتكلم على البطولات بتاعة أفريقيا بطولة أفريقيا أنا أتمنى النادي الأهلي والزمالك يوصلوا فبنتكلم مع العيوب الراجل مصمم مع الشاحات يلعب على طول وأحمد الشيخ ما بدلوش فرص وقفش معاين مبروك النادي الأهلي وإن شاء الله يعني مزيد من الانتصارات والإنجازات للنادي الأهلي ونادي الزمالك ووصلوا النهائي ويبقى يوم احتفال كبير جدا لمصر في نهاية أفريقيا إن شاء الله ونتمنى الخير للفريق المصري في الكونفدرالية هو بيرامتز ونادي الإسماعيل إن شاء الله موفق بإذن الله في البطولة العربية شكرا وتابعوني و يريد تعملوا اشتراك عشان نبقى مع بعض على طول اشترك في قناتي القرى مختلفة مع مصطفى صادق وفعل الجرس شكرا